صباح الخير يا شازلي صباح الخير يا هدير صباح الخير من قلب العاصمة الإدارية الجديدة احنا النهاردة في واحد من الأحياء السكنية الأحياء السكنية اللي بتعتبر من الأحياء الزكية من ضمن المدن الزكية ومدن الجيل الرابع كان ضروري يكون عندنا مجتمع عمراني حديث ومتطور جديد مضاهطا بكبريات مدن دول العالم احنا النهاردة في واحد من الأحياء اللي نتعرف عليها من خلال ضفنا المهندس محمد عادل إشربيني نائب رئيس جهاز العاصمة أو جهاز سنمية العاصمة الإدارية الجديدة يعني أستاذ محمد أهلا بك في البداية وصباح الخير وكلمنا احنا موجودين فين هنا تحديد احنا هنا في الحي السكن الثالث الأرثري أحد الأحياء السكنية اللي بتنفذها وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة الحي السكن الثالث تقريبا مساحته ألف فدان ويعتار من أول الأحياء والأكثرها تقدما لوسط نسبة الإنجاز فيها 95% وزا ما حاج شايف احنا عندنا بدأنا عندنا سكان في المنطقة اللي احنا موجودين فيها احنا تحديدا في منطقة الفلات هو الحي السكن الثالث تتنوع فيه أنماط الإسكان ما بين وحدات سكنية في عمرات أو فيلات كل منهم لهم مساحته وطرازه وتصميم المعماري المختلف يعني بالضبط فعلا هنا كامل التشطيب وفيه ناس بالفعل مستلمة وفيه ناس موجودة لو كلمنا كمان سيد محمد عن أنماط الإسكان هنا في الحي السكن الثالث بالعاصمة الإدارية اللي هي منطقة الفلات أنماط الإسكان عموما هنا وحدات سكنية في عمرات وفيلات اللي كل منهم له مساحة مختلفة وتصميم معدومات مختلفة احنا تحديدا في منطقة الفلات يبتشغل طيبا خمس من ساحة الحي المنطقة تقع فيه شمال الحي وبالقرب من طريق السويس جميل كمان في المنطقة هنا فيه مساحات خاضرة وطرازه طبعا بيكون مريح للعين لو حابنا نتكلم كمان سيد محمد عن بداية العمل هنا بالمشروع والمجهود الكبير اللي احنا شايفين والجمال اللي احنا بنلقله دلوقتي عبر عدسات الكامير المشروع هنا بدأ في سنة 2017 عبر عن تقريبا 950 فيلا سكنية مختلفة المساحة من 300 ل700 متر بعضها منفصل وبعضها متصل عشان تناسب احتياجات الحاجزين هنا يعني احنا المرحلة كام وفيه كام مرحلة بالنسبة للمشروع هنا اللي بتنفذ وزارة الاسكان المشروع على مرحلتين المرحلة قوانية انتهت زي ما حاك شايف بدأنا نسلم السكان فيها في بداية شهر ستة وان شاء الله مرحلة تانية تنتهي بمعاستيحات العاصمة الادارية جديدة ما يميز الحي انا النهاردة جاي اشتري في العاصمة الادارية او في احد الاحياء السكنية الموجودة هنا اللي يخليني اجي هنا وما يميز الحي او مميزات تخليني او تجذبني للمكان هنا مميزات الحي هو ان ده الحي الوحيد لفيلات اولا على مساحة تقريبا زي ما قلت حدك خمس مساحة الحي تقريبا فيلات هنا اقرب نقطة لمدخل معصومة الادارية الجديدة على طريق السويس بيننا ومن مدخل حوالي خمسة كم تقريبا من الخارج اما من الداخل بيننا ومنطقة الابراج والمال والاعمال حوالي خمسة كم تقريبا برد لو اتكلمنا عن وصف المشروع بقى التشطيبات من الداخل من الخارج وصف المشروع بشكل اجمالي داخليا وخارجيا المشروع هنا عبارة عن فيلات جوه سور كومباوند فيلات مساحات مختلفة زي ما قلت حضرتك من 300 إلى 700 متر متشطى بخارجي وداخلي على اعلى مستوىات مستوى التشطيب بتقوم بها زرورة الاسكان طيب ايه المواصلات اللي ممكن تجيبني هنا او لو الناس مثلا معاها اصارها تقدر او مثلا فيه زيارات وهيجوا مثلا عن طريق المواصلات هيجوا ازاي طبعا قبل ما سلم السكان وبأهلهم المعيشة ظروف المعيشة مناسبة عن طريق انه وفرلهم خدمات او وفرلهم مواصلات بتيجي هنا المواصلات من عن طريق السويس من مدخل هنا بنا وبنا تقريبا خمسة كليو حوالي تلات دقايق تقريبا موساط العامة بتيجي موافق مواقف العامة اما بنا مدخل مدينة من الداخل في مشروع قطار مكهرب ان شاء الله هيشتغل مع افتحات العاصمة الادرياء الجيدة لابنا وبنا برد حوالي خمسة كليو تلات دقايق يعني احنا بنكلم سيد محمد عدل الشيربيني نائب رئيس جهاز سلمية العاصمة الادرياء الجديدة بنكلم عن الحي السكني التالت خاصة منطقة الفلات انا النهاردة عجبني المشروع عجبني شكل الفلا الحابب اللي انا ادخل واشتري او احجز عايزين يتكلم طبعا عن طرق الحجز هنا وهي واحدة من المشروعات اللي بتنفذها وزارة الاسكان الحجز هنا وزارة الاسكان فهوض شركة سيتي ايج كمطور عقاري تتولى عمليات التسويق والحجز العملاء وده بيتم من خلال انظمة العادية المعتادة زي المقدمات والاقصات ومدرات التنويل العقاري المتاح يعني شيء جميل جدا سيد محمد عادل يعني وحاجة في غاية الجمال شيء مبهر فعلا احنا في واحدة من المدن ازاكية من مدن الجيل الرابع اللي بنفتخر في بيها يا شازلي ويا هدير ان احنا يكون عندنا مثل هذه المدن وزي ما قلتلكم مضاهطا ومقارنة بكبريات دول العالم مصر ومستقبل مصر يعني رؤية مصر الفين وتلاتين في جميع مناحي الحياة سواء السكنية او الادارية او زي ما شفنا مع باقي زمائلنا ومعاكم على مدار الحلقة في المدن الرياضية والثقافية والفنية وغيرها بنرجع تاني ليكم شازلي وهادير وصباح الخير مرة تانية من قلب العاصمة الادارية الجديدة